عزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل عملية مرحلة بعد ان قمنا بعملية تصنيع للقطاع وعملية تجميع مع بعضها البعض خلصنا المرحلة الاولى من وهي عملية البروجيكشن للباسي فيو حكينا والبروجيكتد فيو هذا البيو جنوريتد من هذا لنتكون هذا البيو من خلال توب فيو وعملنا عملية سكشنينج لهذا الفرونت فيو وحصلنا على سكشنال سايد فيو اي اي حسب خط القطع الموجود هنا الكاتنج بلين هاللي وهذا الان هناك بعض الخصائص غيرناها كمان غيرنا في الهاتش لنا حكينا دبل كليك على الهاتش وغيرنا الزاوية وغيرنا السكيل تاع الهاتش نوع الهاتش غيرنا الربر هنا في الدرس السابق الآن نواصل نحدد مكان هذا البيو ثم هذا هو البيو ثم نراي تكليك لاحظنا البولت لايوجد ثريد غير واضحة هنا مكاني اعمل اظهار للثريد ثم نراي تكليك هنا وقل له شو دسبلي ثريد فيترز هيها اوكي اذا لاحظ اني واضح عندي صار لثريد ان هذا البولت ثريدد الى هنا وهذا المنطقة غير ثريدد الآن نذهب الى الانوتاشن تاب ونضع بعض الانوتاشن على هذه الاسمبلي من الانوتاشن نضعها يبارى عن السنتر لاين وهذا من السنتر مارك هنا سنتر لاين على هذي اذا اصبع عندي على هذي دائرة على هذي ايضا دائرة الاوتسايد اوكي ذنهابع عن سنتر مارك ممكن نضع سنتر لاين عادي بين رأس هذا البولت رأسه من السوب الثاني رائت كليك قول له create اوكي ايضا ايضا دائرة الكونى عادي بين رأسه من الصوب الثانى اوكي ونعمل on لهذا الشكل اللام بقول له اوكي بنعطاني front view وال scale ممكن اتخلص من scale double click وعمل editing لهذا وغمق على scale كله قل له delete وقل له اوكي بنحصلنا على front view هنا double click ايضا على هذا ونشيل to man view مكتوبة عندنا ونعود الى الاخر ونقل له top view نقل له اوكي حصلنا على top view لكن لم تظهر ما هو السبب لان نعود مرة اخرى يجب ان نعمل ايش تقل label visibility اذا نضغط على هذا اللايت حيث انه يشتغل له اوكي وهذا هو top view نضعه في الاسفل لان هكذا سوينا views بقي لنا ان نقوم بعمل اللازم لهذه الاسمبلي وهي البالونز والpart list لان هذه هي البالونز reference بالونز كان نختار انذا كان فيها النا بالونز اخرى لان نختار البالونز ومجرد الاقترب من اي قطعة سيتعرف عليها نقول له اوكي اوكي نتعرف عليها اذا هذا عبارة عن قطع رقم واحد هذا الويل عبارة عن قطع رقم ثلاث الوشر قطع رقم سبعة مثلا الترقيم هو يعطي اوتوماتيكلي وهذا عبارة عن قطع رقم خمسة هنا البولت لاحظين قطع رقم ستة طبعا بالسكشن سيكون اوضح هذا الكلام اذن هذه عبارة عن قطع رقم ثلاثة عبارة عن الربرة والويل قطع رقم اربعة البوش رقم اثنين ايضا النات النات سوري والووشر مجرد الضغط على القطعة واقترب من عندما تصير هايلايت ازايش كليك اسحب في اي مكان كليك رايت كليك قلو كريت اوكي هل بقي هناك من قطع اجل بقينا البولت تنهي البولت ممكن ناخده من هنا البولت من هكذا نضع الريفرنس بالونز على الاسمبلي نفس الشي لو جيني الاسفل هيعطي نفس نفس الارقام ولكن كيف نشوفها من اعلى الان نذهب الى البارتليست ولهذا نضغط على البيون قلو كي وجهزنا بارتليست جاهز بكل القطع الموجودة ذا ملاحظين دعم عامل تصغير لهذا بالشكل هذا وعمل تصغير لهذا بهذا الشكل ااا نرفع شوي البالونز الى اعلى عن البارتليست اوكي اذا هذا البارتليست اللي عندي وعطاني فينا الترقيم واحد هي البركت اتنين هي البوش ثلاثة الويل رابر اربع الويل والايزوز اللي هم البولت والوشر والنات موجودين هنا حسب الترقيم الموجود هنا دابل كليك على هذا البارتليست ممكن نعطيه نيم اذا نطق نيم قل له هنا ايش ااا تشير بيل اسمبلي ويل اسمبلي ممكن نختار تكست نوع التكست النادي المتس اللي هو موجود في التمبلت طبعا اللي بيشتغل على التمبلت الستاندر مش هيلاقيه هنا ممكن اخذ الكولوم هيدر اغيره برضو نغير السايز تبع التكست قل له اوكي وقل له اوكي لاحظة نعطاني تشير اسملي تشير ويل اسمبلي كعنوان سيف انسيفنا تشير ويل اسملي اخذها نفس الترقيم قل له سيف قل لي اسمبلي اوكي طبعا نسينا احنا نعطي شغلا اللي هو الـ centerline between هذول اذا هذا between centerline نوع الثالث من centerlines between هذول الخطين اعطاني centerline between النوتيش ممكن ننضع قياس اللي هي القياس الرفرنس اللي احنا عاطينا اللي هو المسافة بين هذا السطح وبين هذا السطح عبارة عن point five طبعا في style عندي ذا ميكانيكال dimension style ولاحظ انه هذا اعطاني واحد كانونك point five ليش انا عامل primary unit the precision اعملهم زيرو درم اعمل زيرو five قل اوكي right click قل اوكي نسحب هاي الزيرو five لا هنا وانحرك الاسهم بشكل معين بحيث نحصل على مسافة اللي احنا عايزينها اوكي وهكذا نكون عملنا part list والبالونز في الاسمبلي دروينج الى اللقاء في الدرس القادم لتعرف كيف عملية تجهيز دروينج لبعض قطاع هذه الاسمبلي الى اللقاء